مرحبا بكم من مقر الاتحاد الدولي الاتصالات بجناف نحتفل باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات يسرنا اليوم أن نستذيف السيد أحمد سعيد رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية بالجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات بمصر أهلا وسهلا أهلا وسهلا سيد أحمد هل ممكن في نتاق احتفالنا اليوم أن تذكر لنا أسرار وأسباب نجاح نجاحك الشخصي ونجاح الفريق الإقليمي العربي في سد الفجوة في تقييس الاتصالات أول حقيقة الموضوع بدأ عام 2010 أو 2011 بالتفصيل لما حسنا بأهمية قطاع التقييس في الاتحاد الدولي الاتصالات حسنا بأهمية التقييس عامة بواجه عام وخصوصا بالمواضيع الخاصة الليها علاقة بين الاقتصادات الاتصالات وفي خلال هذا الوقت تابعنا اللجنة الدراسية الثالثة وفعلا حضرنا اللجنة الدراسية الثالثة الاجتماع الأولاني كان حضرناها 2011 وكان العدد الحاضرين من الدول العربية قليل جدا أكاد يكون مصر فقط من الدول العربية ومن هنا جات الفكرة بإنشاء المجموعة الإقليمية العربية لللجنة الدراسية الثالثة واللي تمت الحمد لله تم إنشاءها عام 2013 ومن هذا العام بدأت الدول العربية تحس بأهمية التقييس وابتدى خلال الفترة اللي فاتت يتم عمل الاجتماعات الإقليمية في كل عام في دولة عربية وبناء عليه الاجتماعات دي عملت هايل للأعضاء اللجنة العربية واللي على طريقها تم عمل كتير من المساهمات في اللجنة العامة في جينيف ويكفي إن أقول لحضرتك إن إحنا السنة دي 2019 الاجتماع اللجنة العامة في جينيف لللجنة الدراسية الثالثة بدي حضروا أكثر من تسع دول العربية وكل الدول العربية لحضرة مشاركة ومقدمة مساهمات ومساهمات عاملة يعني الحقيقة صادة كويس جدا للمجموعة العربية فده كان من أهم الأشياء اللي تمت خلال الفترة الفاتة كما برضو التنصيق مع المجموعات الإقليمية الأخرى إدى برضو نوع من أنواع تبادل الخبرات بيننا وبين المجموعات الإقليمية الأخرى اللي هي الأقدم مني زي مثلا المجموعة الأفريقية وكنا يعني إحنا كمصر يمكن حلقة تواصلة بين المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية فقدرنا نعمل يبقى فيه تعاون ممتاز الحقيقة بين المجموعتين وخلال الاجتماعات حتى الكبيرة اللي هي ده الجمعية العالمية للتقييس البلانينج بود كل الاجتماعات هذين ما هي بعض المواضيع المهمة بالنسبة للمنطقة العربية في نتاق شغلكم في الاتحاد والله طبعا مواضيع متعددة وكثيرة ولكن أهم مواضيع اللي إحنا بنتكلم فيها في الوقت الحالي في نتاق اللجنة الدراسية العامة التالتة في جينيف مواضيع الأوتيتي أو التطبيقات المتاحة على الإنترنت بحرية لأن الموضوع ده ذو أهمية خاصة للمجموعة العربية وبيتم منقشته من عام 2013 معبد الفريق العربي طبعا فيه مواضيع أخرى التجوال الدولي ومواضيع تحويل الأموال عبر المحمول الخاصة بالخدمات المالية نتيجة طبعا لعملية الشمول المالي اللي بنحاول ننظر إليها في المنطقة العربية فهذه المواضيع جميعا ذات أهمية خاصة للمجموعة العربية شكرا أخ أحمد هل ممكن أن توضح المردود بالنسبة لجهاز تنظيم الاتصالات بمصر على استثماره في مشاركتك لمدة تقريبا ثمن سنوات في قطاع تقييس الاتصالات ما هو المردود بالنسبة للمصر؟ طبعا المردود كبير لأن إحنا بقدر خلال حضورنا للاجتماعات الخاصة باللاجنة الدراسية الثالثة نعرف قد إيه التطور اللي بيحصل وتطوراته بتحصل على قطاع الاتصالات على مستوى العالم من جميع الأعضاء الآخرين وجميع الشركات اللي بتسارك والصناعة اللي بتشارك معنا في الاجتماعات كما برضو بتدينا فرصة إن إحنا نحط خطة نبقى جزء من وضع السياسات العالمية في قطاع الاستصالات يعني وضعنا بالنسبة للمجموعة من التوصيات الخاصة ببعض المواضيع الهامة على مستوى العالم إن إحنا مصر بنشارك فيها وبنشارك فيها بشكل مستمر وبنضع الرأي الخاص بالمجموعة العربية أو بالمجموعة الأفريقية بممثل ساعات أحيانا في مصر وبنقدر نضع وجهة النظر الخاصة بنا في هذه التوصيات كما أيضا إن إحنا بنقدر نشوف التطورات اللي بتواكب العصر وإحنا دينا فرصة إن إحنا نقدر نضع السياسات اللي تقدر تخلينا نواكب التطورات الجديدة اللي بتحصل في قطاع الاستصالات وهذا شيء طبعا مهم جدا بالنسبة لتنظيم لمنظم قطاع الاستصالات وإن نواكب التطورات التكنولوجية شكرا جزيلا أخي شكرا اشتركوا في القناة شكرا